أحمد ورحمة يلا يا أحمد اتفضل بسرعة وعليكم السلام ليس سامع أحمد خلي بالكم الله يستورك عم أحمد والله يستورك حبيب الله يستورك يا أحمد سمحت عزيز مع الحديث بتاع من جاءكم من ترضون دينه وقرقوه فدوجه أيوة إلا تفعلوا تكن انجاءكم من ترضون دينه وقرقوه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير عندك سؤال في اللغة أو لحاجة يا أحمد لا حضرتك أنا بس المسأل سيد سلمان الفارسي لما طلب سيدنا عمر هل صح سيدنا عمر رفض صح ولا لا لا الرفض مش معناها فئر وغني ولا رضى خلقي لأن إحنا مش فاهمين أو أنا سلمان طلب بنت عمر أنا ما أحفظهاش لا وأنا ما أحفظهاش يا حبيب مقدرش أقول لك آه بس أقدر أقول لك لو ثبت هذا أو زيها هو معناها أنك أرضى دينك وأرضى خلقك وأنت معاك فلوس ولا ما معاكش أقول لك ده الدين والخلق كفاية لا لأن الأحاديث كوكتيل والقرآن كوكتيل لازم نجمع كل الدنيا أنت أخلاقك زي الفل ودينك زي الفل وما معاكش فلوس أقول لك برة بنتي ما تقولش والنبي قالها كده قال ده ما ينفعش صعلوك لا مال عنده قال لفاطمة بنتقيس كده الحاجة التانية والتالتة بالكوكتيل أن الجواز قائم على الإجاب والقبول يعني الرضا المتبادل لو أنت دينك ميت فلة وفلوسك مليارديرا تريليون دولار معاكي وشكلك مش حلوة عند العروسة ما لكش جوازي عند العروسة تمشي برة علي كسار إنت راغب وهي مش راغبة هي حتموت عليك وإنت بنتش طيقها جوازي عافية إيش عافية يبقى دين المسلمين يا حبيب قلب يا أحمد فلوس وأخلاق وقبول يعنينا اللي بيهدي الهباب دا كله بقى ويخلي الجوازات كلها بايزة إن إحنا إيه يا قبول نار 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 وما بيش فلوس يقبطوا بعض بالسكاكين القبول بيروح مع الجوع الله ما يكتب علينا القبول والرضا والونس والأنس دا مع الجوع بيغور إنما طول ما النفوس ملتهبة في الشوق الشوق كويها فتقول لا أصبر لا يعني حشبت الجوع ربنا بقليش حدي ينسى الهاجة باصة جاصة دي دا الكلام ما ينزلش من السماء ويبعث به نبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أرجو إن يكون أفتكرت هتسألني تكون فتنة وتقول لي فتنة مرفوعة ليه أهم أقولك عشان كان تامة يعني تحدث فتنة مش كان الرجل طويلا لكن إنت سألت سؤال مهم جدا يا حمد بشكرك عنا قدامنا فاصل لازم نقول فيه اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة أيقزنا على طاعتك وأنمنا على رضاك فاصل قصر ترجمة نانسي قنقر